الاقتصاد المصري بقى فيه مشكلة كبيرة. يعني خلينا اقولك بسرعة كده الخبر اللي بدأنا به موضوع الاقتصاد ان البنك المركزي اعلن في بيانة عن طرح ازون خزانة لاجل عام قيمتها 850 مليون دولار في مزاد 2 يناير المقبل. تمام كده؟ يعني خلاص وفوائده مش عارف ايه الكلام دوت. الواشنطن بوست بقى وده المهم بالنسبة له. الواشنطن بوست قالت ان مع تفاقه من الازمة الاقتصادية في مصر يصعب على المواطن العصور على وجبة باسعار معقولة. يصعب على المواطن العصور على وجبة باسعار معقولة. انت شفت اليومين اللي فاتوا. كلام على رجول الفراخ. الكلام على الكشري. الكلام على ايه تاني? على حاجات كتير بقى. والمصريين بقوا فعلا مشتائيين. يعني لما كان لما كان مثلا لما كنا متكلم دايما عن الكشري اقولك دي وجبة رخيصة والمصريين بيحبوها. ولما تنزل القاهرة مثلا مش من القاهرة ينزل القاهرة لازم يأكل الكشري علشان مش عارف كزا وبيعملوه بالطرقة الفرانية دلوقتي طبقا الكشري كام. والمصريين لما كمان مش لقين الكشري وانت شفت الطعمية وفي رواية اخرى رواية السكندرين الفلافل. شكلها بقى عامل ازاي? وبقى حجمها عامل ازاي? وعشان تجيب تعمل بتفطر كام واحد وبايه? كلام كتير. خلونا نشوف جزء من تفاصيل ما قالته واعلنته الواشنطن بوست عن حياة المصريين وتفاقم الازمة الاقتصادية في مصر. لا طالما كان المواطن المصري الغني منه والفقير يحب اكلة الكشري. الكشري هو احد ارخص الاطعمة واكثر شعبية في مصر. لذا فهو مليء بالبروتين التي يمكن ان تجعل حتى العملاء الاكثر جوعا يشبعون طوال اليوم. الجميع في مصر يأكله. من اغنى الاغنياء الى افقر الفقراء. ولكن مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية بسرعة في مواجهة الازمة الاقتصادية المتزيدة. اصبحت حتى الوجبات منخفضة التكلفة. سعرها عالي. فقط عندما كانت مصر تأمل في التعافي من الوباء. الذي شهد توقف قطاع السياحة الضخم بشكل اساسي. غزت روسيا اوكرانيا. بعدها قام المستثمرون الاجانب بسحب مليارات الدولارات من البلاد في غضون اسابيع من الغزوة. مما تسبب في اضطراب الاقتصاد. كما تستورد مصر قمحا اكثر من اي دولة اخرى. معظمهم روسيا واوكرانيا. بدأت تكلفة القمح والنفط في الارتفاع. بينما انخفضت اعداد السياحة مرة اخرى. بسبب الاعتماد منذ فترة طويلة على زوار الروس والاوكرانيين. طيب يبقى جماعة الاجانب يعني الغربيين اوروبا الصحف شايفة ان فيه مشكلة في الاقتصاد المصري. الوحيد اللي شايف ان اقتصاد المصري عمل طفرة هو النظام. دايما يطلع يقول احنا يا جماعة زي الفل واحمدوا ربنا. احمد ربنا ان عملنا كذا واحمد ربنا ان عملنا كذا واحمدوا ربنا ان عملنا كذا. لكن مصر بتواجه واحدة من اسوأ فترات التضخم والمصريين بيدفع تمانها الى حد كبير. ده كمان كان جزء مما اعلنته الواشنطن بوست في هذا التقرير. خلونا نسمعه. ارتفعت اسعر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تقدر بثلاثين فاصل تسعة في المئة منذ العام الماضي في وقت سابق من هذا العام. كان سعر الصرف الرسمي خمسة عشر فاصل ستة مقابل الدولار. الان يقع عند اربعة وعشرين فاصل سبعة في السوق السوداء. يمكن بيع دولار واحد مقابل ثلاثة وثلاثين جنيها. تحد البنوك من سحب الدولارات لمحاولة الاحتفاظ بالنقود في البلاد. يتخلى الكثير من المصريين عن تناول الطعام بالخارج. الى تأجيل حفلات الزفاف. على امل ان تنخفض التكاليف قريبا. الواشنطن بوست يا جماعة بتتكلم عن المصريين واكل عشهم. والمام بتاعهم دايما بنسميه المام. وبتكلمه كمان عن حياة المصريين واقتصاد المصري. طيب الواشنطن بوست هل هي شايفة الوضع في مصر اكثر من اللي شايفين الوضع داخل مصر اكيد لا. فالوضع داخل مصر اكيد اسوأ بكتير مما تتحدث عنه الواشنطن بوست. واي الجمال الخبير الاقتصادي عمل حوار مع الواشنطن بوست. وتحدث عن هذه الازمة الاقتصادية الطاحنة في مصر. خلونا نشوف اليه. قال الخبير الاقتصادي السياسي المصري واي الجمال ان القاء اللوم على الحرب في اوكرانيا وحدها سيكون بالكاد صحيحا. وقال ان سنوات من الاقتراض والاستثمار في المشروعات العملاقة جعلت مصر بشكل خاص عرضة للخطر. وقد دافع عن هذه المشاريع الرئيس عبدالفتاح السيسي. وجعل تطوير البنية التحتية سمة مميزة لرئاساته. في ديسمبر بعد شهور من المفاوضات. اعلنت مصر انها ستتلقى قردا بقيمة تقدر بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. بما في ذلك ثلاثمائة وسبعة واربعون مليون دولار سيتم صرفها على الفور. هذه هي المرة الرابعة التي يساعد فيها صندوق النقد الدولي مصر في السنوات الست الماضية. وقال جمال ان المشاكل الاقتصادية في مصر تتعمق في كل مرة يذهبون فيها الى صندوق النقد الدولي. ويأخذون المزيد من القروض ويغطون القروض القديمة بقروض جديدة. القروض القديمة بنلحم فيها قروض جديدة. والقروض الجديدة هنلحم فيها قروض اجدد. وحنبقى عايشين في دوامة اسمها دوامة الديون والقروض اللي احنا مش هنخلص منها ولا نتخلص منها. وسيدفع تمانها الاجيال القادمة. الكلام ده بنعيده ونكرره كثيرا. ان الذي سيدفع الثمن لما يحدث من سياسات فاشلة في الجانب الاقتصادي وكل الجوانب الحياتية في مصر هي الاجيال القادم. المستقبل القادم هو اللي حيدفع التمن والله. والاجيال الحالية كمان. لكن الاجيال القادمة مش هتلاقي ما تسدد به كل هذه الديون والقروض.